سلام عليكم خرج المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا من بطول الكاس العالم قطر 2022 في مفاجأة مدوية مفاجأة لم يتوقحها الكثيرين لكن من مشاهدتي لمبارات منتخب بلجيكا مع منتخب مصر توقعت خروج منتخب بلجيكا عمر ما توقعت خروج منتخب بلجيكا من الدور الأول بالشكل المهين ده منتخب بلجيكا لم يستغل أي اسم من الأسامي الكبيرة اللي عنده منتخب عنده نجوم كبار جدا عنده كل النجوم اللي بتلعب في التشكيل الأساسي نجوم في فرقها وكل لاعب فيهم شاي الفرقة سواء في الدور الإنجليزي أو في الدور الإيطالي أو في الدور الألماني أو في الدور الأسباني كل الدوريات الكبرى لاعبة منتخب بلجيكا مليون الأندية الكبيرة مش الاندية حتى الصغيرة لكاكو المهاجم الاساسي هو مهاجم انتر الاول دي براوني هو احسن لاعب في الدور الانجليزي السنة الماضية وبطل الدور الانجليزي مع ماتشيستر سيتي لأعوام كتير هزارد كان نجم في تشيلسي ومازال نجم في ريال مدريد ولو ان الاضواء خفتت عنه كورتوال حارس ريال مدريد اللي حاصل معاه على دوري ابطال اوروبا السنة اللي فاته كل النجوم دي وخرجوا خرجوا لانهم لم يقدموا اي شيء كل الامكانيات الموجودة دي لكن ما تمش توليفها بالشكل المناسب ولا كان فيه خطة واضحة رغم ان مارتنيس كان عامل معاهم نتائج هيلة المدرب مسكهم من 6 سنين وكان عامل معاهم نتائج هيلة بس هما كان وقتهم ياخدوا كاس العالم في 2018 لان النجوم دي كلها كتف عزة لكن حاليا كل النجوم دي كبرت في السن ودي نهاية مرحلة الجيل الدهب المنتخب بلجيكا خرج خالي الوفاة بدون اي بطولة ودي كانت فرصتهم الزهبية لان من الصعب منتخب بلجيكا يقدر يصنع نجوم بالحجم ده وبالقطرة دي في وقت واحد تكون متواجدة في نفس الزمن ولو مسكت لعب لعب قبل البطولة هتلاقي ان الوحيد اللي جاي وهو في كمة مستوى هو دي براون لكن هزار دي في ريال مدريد احتياطي لوكاكو بيعاني من اصابة ولسه راجع من الاصابة وملعبش في اول البطولة كورتوه شفناه مع ريال مدريد في الاواخر كان مستوى مهزوز خط الدفاع بالكامل في منتخب بلجيكا بيعاني من اهزاز مستوى وشفنا ان اللاعبين الاساسيين في رتونج واردرفيلد اللي اتنين سابوا توتنهام ورحلوا بعد ما كانوا هم الاساسيين في توتنهام لاعوام طويلة كمان شفنا متوسط الميدان اكسل فيستل نجمي قتلتكو مدريد مش في احسن مستوياته حاليا مع قتلتكو مدريد ولا قتلتكو مدريد نفسه في احسن مستوياته حاليا والمهاجم بتشويه او المهاجم ميرتنز شفناهم برضو مش في احسن مستوياتهم مع فرقهم قبل البطولة وكراسكو مع اتلتكو مدريد برضو مش في احسن مستوياته وشفنا اكرم توفيق نجم منتخب مصر قدر يعمل عليه مباراة عمره الغريبة ان كان بيتميز منتخب بلجيكا بالسرعة والمهارة في نفس الوقت شفناه في مباراة مصر ومباراة المغرب في كاس العالم مباراة حتى كرواتي الاخيرة ما فيه السرعة بتحس ان فيه بطء في الخط الامامي وفي النص الامامي وفيه تقل اللعبة تقيلة بالذات هزارتي طبعا حس ان اللعبة جاية مش مكتملة اللياقة او مش عاملة حملة تدريبه مناسب فيه حاجة غلط بطء في التصرفات وبطء في الحركة وبطء في التفكير كان فيه وقت من سنتين ثلاثة كاننا بنقول منتخب بلجيكا هيكسب كامل النهاردة ضد اي منتخب كان منتخب بلجيكا وقتها بينزل كسبان قبل ما المباراة تبدأ وشفناه كان في اي تصفيات سواء تصفيات كاس عالم او تصفيات بطولة امم اوروبا بيصعد اول مجموعته بالعلامة كاملة لو المجموعة فيها ثلاث فرق معاه بيصعد بالتمنتاشر نقطة كاملين كان بيكسب بره وجوه اي منتخب ما كانش بيقى في قصاده لكن بييجي في البطولات المجمعة وما عندوش النفس الطويل وشفنا ده واضح جدا في كاس العالم 2018 بعد ما فازع البرازيل وخرج البرازيل من كاس العالم في 2018 روسيا خرج بسهولة في الدور قبل النهائي يمكن الجيل ده يكون عنده فرصة وحيدة هي بطولة اوروبا القادمة معظم اللعبين دي ممكن تلحق البطولة هل هتكون بطولتهم الاخيرة اللي يتواجوا بيها ده اللي هنشوفه وهنعرفه معاكم اتمنى يكون الفيديو عجبكم والتقرير عجبكم اتمنى يتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس